الاول مرة ياريت تعميني اشتراك. اه وتعميني لايك. اه علشان يصل الكل جديد ان شاء الله عشان القناة تنتشر. اه احنا نهاردة الفيديو بتاعنا. اه علاج ساحر للقضاء على حاجات كتيرة جدا. استخدمنا لها مبيدات حشرية وحاجات مضرب نفس اطفالنا. اه وهي ازاي اتخلص من حشرات السرير. دي رقم واحد. اللي هي زي البق والحشرات المختلفة. وكلنا عارفين اللي جرب الحشرات دي اللهم احفظنا يعني. اه جات له حشرات زي دي في مراتبه من اي حاجة خارجية او من اي عدوى. هي بتلزق في السرير ومو بتطلعش خالص مراتب السرير وبتدخل في الخشب. وربنا يجرنا منها. فطبعا انا توصلت العلاج ليها. القضاء نهائي عليها. بس لازم تمشوا على الخطوات اللي انا هقول لكم عليها ان شاء الله. دي عشان اتخلص اول حاجة من حشرات السرير. الحشرات اللي بتقوى في المراتب وفي السرير وفي الاخشاب. اه تاني حاجة المكون بتاع النهاردة اللي انا هستخدمه ده. اه بيتخلص لي كمان من الناس اللي بيربوا طيور فراخ اه او بط او حمام يعني. في حشرات بتبقى تحت بتيجي اه معرفة بتيجي من اين يعني. بس برضو ما بيكونش لها علاج. الحشرات بتيجي تحت اه اجنيحة الطيور وفي الفرو بتاعهم. في الريش بتاعهم. اه فرو. مالش اوزروني. في الريش بتاعهم. اه الحشرات دي بتبقى مؤزعة جدا بتفضل تموس دم الفراخ. اه اللي بيربوا طيور اكيد عارفين معلومة زي دين يعني. اه بتفضل تموس دم الفراخ لغاية ما بتموتهم اصلا وحتى لو جبت له اي علاج من عند الطبيب البطري. اه العلاج ده ما بيعملش حاجة. في الاخر بتتخلصي منهم تتباحيهم ايما طبعا هتقرافي منهم فهتسيبيهم لغاية ما يموتوا. انا المكويم بتاعي ده جربت ايه? ايه? مية. مية هي. مية. وده معاية ديتول سايب انا بجيبه من عند بتاع المنظفات. انا حتى مرضيش هفضيه مني الكيس عشان محدش يقول لي ده ايه? ولا او الكلام ده كله ومش هينفع. لا ده ديتول سايب. بجيبه من عند بتاع المنظفات بالكيلو. انا جايبك كيلو بخمسة جنيه. اهو. ده كيلو. ده كيلو ديتول سايب. اقدر استخدم ديتول اللي هو الجاهز اللي هو مشهور وليه مركة واسم. اه اقدر استخدمه. بس بصراحة انا جربته على ديتول السايب. ما جربتش ما كذبش عليكم. ما جربتش الديتول الجاهز فعلا. ده سايب انا بجيبه وجبت كيلو بخمسة جنيه. الكيلو ده هيكفيني يعني هيكفيني كتير قوي قوي ايه. ماشي? هيعمل ايه? هستخدم ربع الازازة. هحط هنا هفضيه بس طبعا عشان ربطة او بصور. هفضي هنا ربع الازازة ديتول والبقى مية. هبتدي اعمل ايه? لو واحد هرش عادي. لو انا عايز اتخلص من حشرات السرير هجيب هشيل ملاية بتاعتي كل مغاير الملاية مرة كل اسبوع لو عندي لو في بقى يعني او حشرات سرير. هشيل ملاية السرير وهرش المرتبة بتاعتي كلها بالديتول عادي اه هتقول لي لي هرش اه هرش مش موزي مش هيجرلي حاجة. وبعد ما ارشها كلها وارش جوانب السرير. وارش الاخشاب لو فيه في الاخشاب عشان امن نفسي ورشت في الاوضة واستحسن امسح بيه كمان يعني اضيفه المية المسيح تحفة 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 في طهارت ونضفت الشقة الارضيات عشان يمنعني دخول الحشرات البيت. هرش المرتبة بتاعت السرير وبعد كده هفتح الشبابيك عليها والشمس. وهفتح المروحة وههويها عشان تبقى تنشف بسرعة. انا مش هغرقها انا برش دي بخاخة. اهي يعني بصوا بترش اهي. بترش حاجة بسيط هرش هغرقها كلها رشها كلها تبقى راتبة من الجناب وارش الاخشاب. واشغل مروح وافتح الشمس. واجي على بالليل بقى عادي افرش ملايتي ومفيش اي حاجة. اعمل موضوع ده لو في بق في السرير او حشرات في السرير. اعمل موضوع ده مرة كل اه غيار ملاية. يعني كل مغاير ملاية السرير او مرة في الاسبوع. هعمل الموضوع ده. ماشي? هتلاحظوا نتيجة اه فضيعة. ماشي? واتمنى اللي يجرب موضوع دي يرد عليه فتعلات ويقول لي فعلا ان هو اجربها ولا. اه تاني حاجة لو هتخلص بقى من حشرات الفراخ. عادي نفس النظام. هجيب الهرش برضو في البخاخة هنا احط ربعها. الاخ دي بتقعد معي كتير. كتير او يعني ربع الازازة اللي انا احطوا هنا ربع الكيسة اه احط هنا ربع الازازة دي طول. الازازة دي تقعد معي كتير قوي يعني. ممكن تقعد اه حوالي شهر شهرين على حسب استخداماتي لها يعني. هرش اه اه تحت ارفع اجنحة الطيور وهرش حوالي. ارش كل يوم. كل يوم. لمدة اسبوع. واشوف بعد كده الحشرات هتلاقي جلدها بانضيف مظيف مظيف وما فيش ولا ولا حشرة ولا الهواء. وان شاء الله بازن الله بتتخلصوا نهائي من الحشرة اللي بتبقى موجودة في الطيور. وهترجع لكم الطيور كويسة وسليمة وزي الفل ولا هتضطروا تتبحوها ولا تضطروا ترموها ولا تسوها تموت ولا الكلام ده كله. وان شاء الله بازن الله هترجع كويسة زي الاول. وبالنسبة للنملة هرش في المكان بس اللي فيه المتواجد النملة هلاقي ان هو بتخلص منه نهائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى ان انا اكون افدتكم. معلش اطلت عليكم بس اللي فادة. اه وما تنسوش الاشتراك زي ما قلت لكم ولايك. والقاكم في خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.